استقبل وزير البترول والتروة المعدنية طارق الملة وفدا من مجلس النواب الأردنية لمناقشة أوجه التعاون القائم بين البلدين في أنشطة الغاز الطبعية ونقل تجربة مصر الرائدة في مشروعات استقدام الغاز الطبعي وخاصة كوقود للسيارات إلى الأردن الشقيقة امتددا لتعاون المستمر في هذا القطاع وما يشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بدعم من القيادات السياسية في مصر والأردن اللقاء أكد أن المرحلة القادمة ستشهد تنويع مزيد من التعاون في أنشطة الغاز المختلفة لتشمل مشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود حيث تتميز الشركات المصرية بخبرات طويلة في هذه المجالات